حضراتكم لكأس العالم للاندية بوتافوجو البرازيني بعد ما صعد كده احنا بنقول عندنا 32 فريق اصبحوا موجودين في كأس العالم للاندية 20-25 واحنا بنتكلم هنا عن البطولة العالمية وبنتكلم عن النادي الاهلي العالمي البطولة ان شاء الله في شكلها الجديد هتكون في شهر 6 الجاي في 20-25 في امريكا والقرعة هتقام في ميامي في الولايات المتحدة الامريكية بمشاركة 32 فريق والفيفا كمان خلاص التصنيفات بالنسبة للقرعة اتحددت 32 فريق بيمثلوا كل الكرات والاهل هيكون حاضر بقوة وشعار النادي الاهلي ولوجو النادي الاهلي منور مع كبار اندية اوروبا والعالم طيب تعالوا نبص مع بعض على الاسماء وشوف العظمة بقى التصنيف طيب التصنيف طيب نشوف الاسماء المشاركة الـ 32 فريق اللي يكونوا موجودين في كأس العالم للاندية ولما تلاقي اسم النادي الاهلي موجود وسط الكبار العالم وسط الاندية العالمية سواء في اوروبا او في اسيا او في افريقيا يعني كل اهلاوي لازم يفتخر بنادية وبالتاريخ اللي بيعمله النادي الاهلي وبالحاضر وبالمستقبل دايما النادي الاهلي مشارك تعالوا نشوف مع بعض اه شايفين مع حضراتكم شعار النادي الاهلي متزين في وسط الاندية الكبيرة والاندية العالمية تعالوا نشوف من اوروبا هيشارك مين عندنا شيلس الانجليزي اسمعوا الاسماء دي واسم النادي الاهلي موجود وسطهم شيلس الانجليزي ريال مدريد الاسباني منشستر سيتي الانجليزي باير ميونيخ الالماني باريسان جرمان الفرنسي انتر ميلاني الاطالي بورتو البرتغالي بنفيكا البرتغالي بروسيا دورتو منذ الألماني يوفندس الإيطالي أتلتكو مادريد الأسباني سالسبرج النمساوي ده بالنسبة لأوروبا أمريكا الشمالية ليوني المكسيكي ومنتيري المكسيكي وباتشوكا المكسيكي وسياتي الأمريكي من أمريكا الجنوبية بالمراس البرازيلي فلمينجو البرازيلي فلمينس البرازيلي وريفل بريت الارجنتيني وبوكا جونور الارجنتيني وبوتافوغو البرازيلي اللي وصل بالأمس ومن أوكيا نوسيا أوكلاند سيتي نيوزيلاندي ومن قرية أسيا الهلال السعودي والعين الإماراتي وروى الياباني وأولسن الكوري والبلد المستضيف انتر ميامي الامريكي ومن افريقيا الاهلي والوداد وسانداونز والترجي التنسي وانا بقول لها اسماء دي انت كاهلاوي او بتنتمي للنادي الاهلي سواء في المنظومة او مشجع عليك ان تفتخر بالنادي الاهلي عليك ان تفتخر بالنادي الاهلي ودايما النادي الاهلي بيرسم الحضر المستقبل مش النادي الاهلي بس ده الكرة المصرية واحنا بنتكلم النادي الاهلي في السنين اللي فاتت كلها هو الفرحة الوحيدة في الكرة المصرية فعلشان كده ما ينفهش ان احنا نقعد ندخل في جدال وفي مكرنات ابعد ابعد كأهلاء وبتفكيرك النادي الأهل في حتة تانية وفي مكانة تانية ده مش بالكلام لا ده بالأفعال وبالبطولات وبالشعار الموجود وسط الأندية العالمية